شاهدين توفي فجر الجمعة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله إبراهيم مونير عن عمر ناهز 85 عاما في العاصمة البريطانية لندن ونعت جماعة الإخوان المسلمين وفاة مونير معكدة أنه كان من أبرز رجالات الدعوة وأحد أعلام الجماعة هذا ويعتبر إبراهيم مونير أحد أبرز القيادات التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين وتولى منصب القائم بأعمال المرشد بعد اعتقال النظام المصري للقائم بالأعمال السابق محمود عزت في أغسطس 2020 وأكد العديد من المقربين من الراحل أنه كان يحرص على وحدة جماعة الإخوان المسلمين في ظل ما تواجهه من استهداف داخلي وخارجي نتابع موسيقى 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 اشتركوا في القناة شاهدين للمزيد ورحب بضيفي عبر سكايب دكتور عزام سلطان التميمي ورحبك دكتور عزام بداية كيف تلقيت نبأ رحيل المرحوم الأستاذ إبراهيم مونير وعن هذا الموت سبحان الله العظيم كلنا نسير على هذا الدرب يعني لا بد أننا سنلقاه يوما ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الأستاذ إبراهيم مونير بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله في الصالحين الحقيقة على المستوى الشخصي كان رجلا في غاية دماثة الخلق والرقة واللطف وحسن المعشر نحن عشنا معا سنوات طويلة في لندن وأنا كنت قد سجلت معه مراجعات بعد انطلاق قناة الحوار قبل أكثر من ربما 12-13 سنة أكثر من ذلك فأعرفه معرفة جيدة وقبل ذلك الحقيقة الرجل كان إداريا مهما لدى جماعة الإخوان المسلمين في التنظيم الدولي بالذات كان يدير لهم شؤونهم الإدارية والتنظيمية ويرتب اللقاءات التي كان يأتي للمشاركة فيها سواء كانت في أوروبا أو في غيرها من الأماكن مندوبون عن مختلف التنظيمات الإخوانية في أخطار العالم الإسلامي فكان يحمل على كاهله مهام جسيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين وطبعا بعد أن حصل الانقلاب في مصر وأجهضت ثورة الشعب المصري وثورات الربيع العربي بشكل عام ودخلت جماعة الإخوان المسلمين في أزمة شديدة بالسبب الضربة الكبيرة التي تلقتها تحمل عبءا أكبر لأنه حمل عبءا تنظيم يحتاج إلى توجيه وإلى معالجة وإلى كثير من المتطلبات في فترة كانت في غاية الصعوبة نعم يعني الحقيقة الجميع سواء ممن هم إسلاميون أو غير إسلاميين من المنصفين جميعهم اتفقوا على دماثة خلق الراحل وعلى أخلاقه العالية ونظافة اللسان والقلب ولكن مع ذلك كان هناك كما هو معلوم انقسام داخل الجماعة إذا كان بهذه الإمكانيات من الإدارة لماذا إذن ما الذي أدى إلى هذه الانقسامات والحقيقة الأستاذ إبراهيم مونير حاول أن يتدارك ذلك لكن هذه الانقسامات سببها أكبر منه لها علاقة بالأزمة الداخلية التي تفجرت بعد أن اعتقلت القيادة في الداخل وبعد أن هجر عدد كبير من الأعضاء وسجن طبعا عدد أكبر اختلافات وجهة النظر لم يتمكن أحد من إيجاد قاسم مشترك لها لتغلب عليها فحصل هذا الانشطار والحقيقة الأزمات الكبرى تؤدي إلى مثل هذه النتائج لأن الناس تمتحن وتبتلى بمثل هذه التجارب مر الإخوان بتجارب شبيهة لا أدري إن كانت بنفس القسوة أو أخف في منتصف خمسينيات القرن الماضي ومنتصف التجاربات تلقوا ضربات كبيرة وقاسمة أيضا لكن أظن أن هذه الضربة بالذات ولدت حالة من الإحباط لدى قطاع كبير من الشباب وهذا انعكس سلبا على الجماعة بمختلف أطورها وإداراتها ولم يكن من السهل الحقيقة التغلب على هذه المشاكل نعم طيب أنت أشرت دكتور عزام إلى تسجيل سلسلة حلقات في برنامج مراجعات مع المرحوم إبراهيم مونير لو تحدثنا قليلا عن تجربتك معه خلال هذا المسار مسار التسجيلات نعم هو كان أول قيادي من إخوان مصر أسجل معه مراجعات فيما بعد سجلت مع المرشد السابق رحمة الله عليه وسجلت مع آخرين لكن إبراهيم مونير في حلقاتي معه صلت الضوء على التجربة الشخصية التي مر بها عندما اعتقل في الخمسينيات ثم في الستينيات ومن أبرز ما ذكره أنه كان في فترة من الفترات بين الاعتقالين كان مكلفا من قبل جماعة الإخوان المسلمين بالتواصل مع ضابط أمن في النظام النظام كان في حيرة في بعض القضايا يريد أن يحل الإشكال مع الإخوان الإخوان كانوا في أزمة النظام كان في أزمة فكان هو يقوم بهذا الدور ينقل الرسائل ما بين هذه الأمن والجهة المسؤولة في الإخوان وهذا الأمر الذي فيما بعد أثير عليه لغط وفسره البعض تفسيرات في غير محلها لكن هذا يعطيك دليل على أهمية الدور الذي كان يقوم به الأستاذ إبراهيم مونير في فترة من أصعب الفترات على جماعة الإخوان المسلمين أخيرا دكتور عزام رجل قضى جزءا لا بأس به من حياته في السجون في معتقلات النظام المصري أو الأنظمة المصرية المتعاقبة منذ عبد الناصر ومن ثم في زمن السادات ومن ثم عاش بقية حياته لاجئا مهاجرا غريبا عن وطنه ومن ثم يرحل ولم يجد مترا في وطنه ليدفن فيه ما الذي يمثل ذلك بالنسبة لك؟ يعني قد يكون هذا الأمر من الناحية العاطفية مثيرا لكن الحقيقة هو الإنسان المسلم يجاهد ويناضل من أجل دينه ومن أجل الحق ومن أجل نصرة المظلومين أينما وجد سواء وجد على تراب البلد التي أريد فيها والأرض كلها أرض الله فنحن سواء كنا في مصر أو كنا في فلسطين أو كنا في بريطانيا أو في تركيا أو في غيرها من الأماكن نحن لدينا رسالة ونؤدي هذه الرسالة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأستاذ إبراهيم مونير ممن قضوا نحبهم وهم على العهد ويؤدون هذه الرسالة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه خيرا على ما قدم إن شاء الله رحمه الله شكرا جزيلا لك دكتور عزام سلطان التميمي كنت معي عبر سكايب كما أشكركم مشاهدين على حس المتابعة يمكنكم دوما متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب وكذلك تواصلوا معنا عبر منصاتنا الأخرى على السوشيال ميديا القابل بخير شكرا جزيلا لك